شهد صاحب اسمو شيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيسي الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راه الله اطلاق مشروع قرى الامارات بقيمة مليار درهم والهادف إلى تطوير نموذج تنموي مستدام وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة ويعد مشروع قرى الامارات اول مشاريع مجلس الامارات للتنمية المتوازنة الذي يترأسه سمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد الانهيان عضو المجلس التنفيذي لامارة ابو ظبي ورئيس مجلس الامارات للتنمية المتوازنة وقد اكد سمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد ان مشروع قرى الامارات يشكل خطوة نوعية مهمة في سبيل تحقيق الرؤية التنموية الطموحة لقيادة دولة الإمارات وأشار سموه إلى أن المشروع يعكس اهتمام حكومة الإمارات بتوفير الفرص الاقتصادية المناسبة لأبناء الوطن بما يعود بالخير والمنفعة على أهالي القرى والمناطق البعيدة واستعرض سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان أمام الشيوخ ومعالي الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية مستهدفات واستراتيجية مشروع قرى الإمارات وقد أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان أن مشروع قرى الإمارات يرتكز على خمسة مسارات تطويرية وسيعمل مجلس الإمارات التنمية المتوازنة خلال الأعوام الخمسة المقبلة على تحقيق أهداف المشروع ترجمة نانسي قنقر